السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن عصر الدولة الوسطى. بعد ما تكلمنا عن عصر الدولة القديمة هنتكلم عن عصر الدولة الوسطى. وقلنا ان المؤرخين قسموا التلاتين اسرة على التلات دول. الدولة القديمة عشرة. الدولة الوسطى العشرة في النص الدولة الحديثة اخر ايه? اخر عشر. هنقول ان الدولة الوسطى بتمتد من الاسرة الحداشر. يعني نقول لغاية الان ال 19 يا ولد تمام كده طيب الدولة القادية الوسطى سميت بعصر الرخاء الاقتصاد بما تفسر تسمية عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصاد احنا قلنا الدولة القديمة اللي عصر بولات الاهرام هنا ده عصر الرخاء الاقتصاد امتد من الاسر 11-19 تقريبا يعني هنقول ان ايه بسبب اهتمام المنوك بالمشاريع المشاريع اللي ايه يا ولد الاقتصادية كلمة مشاريع الاقتصادية او رخاء الاقتصادي بقى انا بتكلم عن ايه زراعة صناعة تجارة هم فعلا اهتموا بالتلاتنا واحدون زراعة والصناعة والتجارة ده مين يا ولد عصر الدولة الوسطى طيب اهتموا ايه انه هم بالزراعة والصناعة والتجارة اهتموا بالعمارة والفهم ادب طبعا اهم حاجة ليه علاقة بالتجارة حفر قناة سيزو ستوريس تمام كده طيب اما اتكلم عن الملوك هقول اتقسم الملوك لتلاتة تمام هقول الاول امنمحات الاول وسمى نفسه امنمحات المبجل تمام التالت هاجي بعد كده هقول كل واحد عمل ايه اهم الاعمال هاجي يا ولد عند امنمحات الاول هقول ان هو كان وزير خلاص هنقول كده وزير لأحد ملوك الاسرة كان الحداشر ونصب نفسه ملك عليه يعني هو اعلن نفسه ملك عليه كلام ده كان 2000 قبل الملوك تمام وبعد كده عمل اصوار امنمحات في بلاد النوبة وسمى نفسه امنمحات المبجل وسمىها اصوار امنمحات اهم الاعمال نقل العاصمة من طيبة تمام الى اسيتا ويد طيبة دي تحت في اسوار اسيتا ويد دي فين في الجيزة الجيزة دي عند الدلتة فوق اربط الدلتة فوق هنا هون كده يا ولد غلاص كانت احنا كنا هنا تحت في طيبة تمام طيبة هنا فوق عند الجيزة هنا هون طيب هنا ايه اللي حصل قال لك المنطقة دي ليه اختارها علشان تبقى قابضة على الارضين يعني بتحكم في الشمال وفي الجنوب هو كده متحكم في الشمال وفي الجنوب وام من حدود البلاد من الاسيويين يعني الجايين من اسيا من فوق ومن ايه من الليبيين حدود البلاد من هنا ومن هنا اسيا وليبيا تمام وعمل هنا طيبة الاسيتا ويد العاصمة من طيبة الى ايه اتيتا ويه او اتيتا ويه خلاص كده عمل حاجة حلوة قوي اللي كانت سبب في سقوط الدولة القديمة بيقول لك اغضع حكام الاقاليم اغضع حكام الاقاليم ليه ما هم حكام الاقاليم دول اللي كانوا بتنازوا على الحكم ومتنوا عن ايه دفع الضرائب ويعشن يوقعوا الدولة القديمة لا اهو كان ذاكي شوية احتفظ معهم بعلاقات كويسة واخضعهم ليه علشان ما ايه ما يبقوش سبب من هيور ايه الدولة هاجي بعد كده بعد دي على طول برضو من ملوك من الاسرة الحداشر يبقى ده من ملوك الاسرة الحداشر ده برضو في الاسرة الحداشر تمام هنقول مين سونا سرت التالت ياولاد طب سونا سرت التالت عمل ايه اهم حاجة اهم حاجة حفر قناة ايه سيزو ستريس دي قناة قديمة بتربط ما بين النيل والبحر الاحمر خلاص طيب اهميتها اهميتها زيادة التجارة مع مين ياولاد ما هما لما ينزلوا هنا كده في البحر الاحمر هيركبوا البحر الاحمر نحية التانية هيوصلوا لفوق فلسطين سوريا جزر البحر متوسط ايه كلها زي كريت ايه وكبرس وهننزل تحت عن طريق البحر الاحمر لغاية تما نوصل للصمار اللي هي كان اسمها زمان بون طبقا نقول سونا سرت التالت قناة سوستوريس بتصل ما بين النيل والبحر الايه الاحمر تمام كده يبقى قناة سوستوريس اللي بتصل ما بين النيل ياولاد والايه والبحر الاحمر طيب تمام حاجي بعد كده ياولاد اه احنا قلنا اهميتها ايه او النتيجة المترتبة على قناة سوستوريس هتقول لي ايه الربط اه انا اسفل اه زيادة الصلاة التجارية بين مين ومين هنقول بين بين اسيا وفلسطين سوريا تمام كده وبعد كده البحر الايه المتوسط وفي افريقيا فين في افريقيا بلاد ايه النوبة انا عقصة بلاد بونت اللي هي اسمها ايه دلوقتي الصومال حاليا وقام من حدود مصر من ايه الجنوب قام من حدود مصر من ناحية الجنوب ده مين سنسرة التالت جنوب هنا المقصود بي بلاد النوبة على اساسا هي امتداد لمصر فسهل اقوني يخشي لي منها اي غراض طب اقمنا بايه ان هو عمل القلعطي سمنة وقمنا يبقى لما انتونس بالاعمال اتية فشيق قلعطي سمنة وقمنا سنسرة التالت سنسرة بعد كده يجي عند اخر واحد امنمحات الزراعة اما اتكلم عن الزراعة وامنمحات التالت هتكلم عنه في ايه امنمحات التالت هقول اهم حاجة هقول يا شباب اهو امنمحات التالت يبقى انا هتكلم عن ايه اول حاجة سد اللهون مقاييس لنهر النيل علشان يحددوا انا عليها الضرايب تالت حاجة يا شباب معبد او قصر اللبرانت او بقول عليه قصر التيه بسبب قصرة الحجرات بتاعته عشان كده تاعته اهم ثلاث ملوك في الدولة الوسطة وبعد كده سقطت الدولة الوسطة بالأسباب الهيار والسكوط تولي حكام ضعاف يبقى ايه وضعف الملوك والحكام يبقى ضعف الملوك والحكام ادي سبب تمام بعد ضعف الملوك والحكام ايه الصراع تاني بين حكام الاقاليم ومين والملوك ليه صرع الحكم بعد كده بعد الاسرة الاثناشر تولى ملوك ضعاف الى ان دخل الهكسوس مصر مين هما بقى الهكسوس هقول الهكسوس هم قبائل رعوية جاءت ايه من فلسطين جم عشان ياخذوا ايه عن طريق جم من اسي عن طريق فلسطين جم عشان ياخذوا ايه يسيطروا على مصر خلاص طيب اول ما دخلوا في مصر ياولاد دخلوا هنا عند مدينة ايه الشرقية وعملوا محافظة لهم اسمها سموها اواريس عند حتة كده في الشرقية اسمها دلوقتي سمو الحجر تمام وعملوا ايه العاصمة بتاعتهم وقعدوا في البلاد طيب ايه اسباب ان الهكسوس استطاعوا ان هم يحتلوا البلاد اول حاجة لسه اينها في اسباب ضعف الدولة القديمة ضعف الملوك والحكام لما لقوا البلاد ضعفت او الملوك ضعفه فخلاص عارفوا ان البلاد سهل السيطرة عليها نتيجة ضعف الملوك والحكام انتشار الفوضى في البلاد اضطرابات بالتالي نجح الهكسوس في القضاء او دخولهم ايه لمصر الهكسوس كانوا بيتميزوا بحكتين مهمين جدا اول حاجة قصرتهم قطار جدا قصرتهم ايه العددية تاني حاجة كانوا مستخدمين سلاح جديد جدا وما كانش حد يعرفوا قبل كده اللي هو العجلات الحربية اللي هي ايه العجلة اللي بيجورها حصن وفيها الفيرس واحيان كانت العجلة دي بتبقى ايه بحصنين تمام ودي كانت ايه السلاح ده كان ايه يعني اول مرة يبقى متواجد في الفترة دي طيب هقول موقف الهكسوس من المصريين وحضرتهم ايه فيه جزء ايجابي وفيه جزء سلبي الجزء الايجابي ان هما تلقبوا بقبنا ولبسوا ملابسنا وتحدثوا بلغة مصرية عشان يتقربوا مننا ويفهموا ايه لغتنا طيب الجزء السلبي لأنها بممتلكات بتاعة المصريين وخربوا البلاد وبنوا القلع والحصون ليهم عشان يعملوا هما كانهم هما قاعدة عسكرية في مصر يعني خلاص الى ان المصريين ما ايه ما تطمنهمش لغاية لما خرج احد امراء طيبة ده من الاسرة السبعتاشر نقولها تاني يبقى اول حاجة لو قال لك قارن ما بين الهكسوس من ناحية الايجابية والايه والسلبية الايجابية تلقبوا بألقاب الملوك تمام وعملوا ايه تاني يا ولاد لبسوا ملابس المصريين كل ده الغالي هما يتقربوا لنا وتكلموا ايه باللغة الايه المصرية طيب السلبي بقى لا خربوا المعابد وهدموها خلاص فرضوا الضرائب على المصريين تاني حاجة ايه بناء القناع والحصون تخيلوا لما انت تعمل حد يعمل قاعدة عسقرية في بلدك ومش منك يعني هاجي بقى بعد كده يا ولاد هقول انه خرج احد امراء طيبة من الاسرة الكام السبعتاشر مين بقى يا ولاد سكن راع دي بداية حرب الايه حرب التحرير نقول سكن راع وبعد دي ابنه كامس ده الابن الكبير وبعد دي ابنه احمس طبعا سكن راع ايه توفى اثناء الايه الحرب وهو اللقاض المرحلة الاولى من الحرب يوفى اثناء الحرب جي بعد دي ابنه كمل ايه الحرب التحرير تذهبوا ده بتشجيع من مين من امه مين ياح حطب اثناء حفز حاجة بعد كده الى ان هو كمان استجهد في ايه في ارض المعركة لغاية لما جي احمس عامل ايه حارب الهكسوس بالسلاح الجديد اللي هما دخلوا هنا ولكن ايه طوروا خلى العجلة الحربية دي لقى يجورها حصانين وثلاثة وبدل ما يبقى عليها فارس واحد يبقى عليها ايه اثنين وثلاثة برضو خلاص الى ان هو الوحيد اللي استطاع نهزم لايه الهكسوس يبقى تم هزيمة الهكسوس تم الهزيمة على يد مين احمس عشان كده اسمه ايه قاهر الهكسوس تمام لو جي قالك فين دور المرأة في حرب التحرير هتقول بتشجيع ايه حطب لايه لكامس واحمس على رغم من وفاة ابوهم طيب مين اللي قاد الحرب في المرحلة الاولى هقول مين ستنرع طيب المرحلة التانية كاموس التالتة كانت على ايد احمس يا ولاد وهو ايه اللي تم تحرير البلاد ايه عليها وبكده نبقى احنا خلصنا الدرس بتاع عصر الدولة الوسطى وقلنا ان هو تسمى ليه بالدولة الوسطى ايه بالعصر الرخاء الاقتصادي قلنا بسبب ايه اهتمام المنوك بالمشاريع الاقتصادية في الزراعة وصناعة والايه والتجارة وقلنا هم عملوا ايه في الزراعة وفي الصناعة في الزراعة